اشتركوا في القناة ورحمة وتعالى وبركاته من هنا من ارضية هذا الميدان وميدان الشحانية في اول ايام من سباق المؤسس هاهنا انطلاقت شوطنا الثاني عشر للقعدان الحقائق ومن مسافة الاربع كيلو مترات مقدم تشوط مع شاهين عبدالله بن ثاني بن راشد النعيمي مع الصدارة ومع مقدم تشوط النقل على المركز الثاني ثاني المراكز وثاني التحدي الوصول في هذه اللحظة المركز الثاني وصل الوذن سيد محمد بن خالد بن عبدالله العطية المركز الثالث الوصول في هذه اللحظات من منصور ومبارك بن علي بن حمد بريس المري على المستوى المركز الثالث المركز الرابع رابع الاسماء ورابع التحدي الوصول في هذه اللحظات القدوم من شعار وصل الشعار الشرقي حمد بن صالح بن جابر الشريقي ينطليق مع الشرقي مع انطلاقة بواج على المركز الرابع المركز الخامس خامس المراكز وخامس التحدي الوصول في هذه اللحظات والقدوم على المستوى المركز الخامس الوصول في هذه اللحظات المركز الخامس وصل مشغل محمد بن مطر بن مطوع الاكتبي وصل على المستوى المركز الخامس اذا متابعين مشاهدين الكرام هكذا كانت النتيجة لكن اعود الى مقدمة الشوط الى الوذن مع الصدار ومحمد بن خالد بن عبد الله العطية مع صدارة الشوط ومع مقدمة شوط شعار العطية مع الصدار المركز الثاني ثاني المراكز وصل بواج حمد بن صالح بن جابر الشرقي المركز الثالث وصل شعار هذه اللحظات المركز الثالث وانطلق الى ثالث المراكز محذر سالب بن عيسى بن مطر بن عيسى الفلاحي والمركز الرابع انطلق الى ثالث المراكز وصل مشغل محمد بن مطوع الاكتبي مع المركز الثالث المركز الرابع شعار بن قطامي وصل في هذه اللحظات مع مبلش يا مبلش عبد الهادي بن سالم بن قطامي المري يصل على المركز الرابع مع انطلاقة مبلش على المستوى المركز الرابع والمركز الخامس وصل في هذه اللحظات وصل سهم وانبارك بن قطامي بن سعيد الخيالي مع المركز الخامس اعود الى المركز الاول اعود الى صدارة الشهود الى الوذن وشعار العطية محمد بن خالد بن عبد الله العطية لكن المركز الثاني وصل في هذه اللحظات مشغل وصل مشغل ومحمد بن مطر الاكتبي لكن مبلش مبلش مع المركز الثالث عبد الهادي بن سالم بن مسعود بن قطامي مع المركز الثالث والمركز الرابع وصل رابع المراكز ورابع التحدي المركز الرابع سهم انبارك بن قطامي الخيالي وصل الخيالي مع المركز الرابع والمركز الخامس القدو في هذه اللحظات المركز الخامس وصل نسناس عايض بن خجيم العذبة وصل على المساوى المركز الخامس لكن أعود إلى مع مقدم تشوط إلى الوذن محمد بن خالد بن عبد الله العطية مع مقدم تشوط لكن مع الصدار مع المقدمة لكن مبلش 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 الوذن الوذن العطية بن قطامي اللحظات الأخيرة الله الله وشعار بن مهير وصل في هذه اللحظات مع المركز الثالث لكن الوذن محمد بن خالد بن عبد الله العطية العطية اللحظات الأخيرة محذر لكن الفائز الفائز اللحظات الأخيرة الأمتار الأخيرة لكن الوذن والسلام شحاني تهانين وناموس مالك الوذن محمد بن خالد بن عبد الله العطية المركز الثاني الفائز علي بن طحنون بن جابر المري مع الفائز مع المركز الثاني المركز الثالث صالدك يا كريم المركز الثالث الذيب علي بن محمد بن صالد بن محمد الجرح بالمركز الرابع رابع المراكز ورابع التحدي الوصول من شعار مبلش عبدالهادي بسالم بن قطام المري مركز المركز الخامس الوصول من شعار خامس المراكز من نسناس عايض بن خجيم بن سالم العذبة مع خامس المراكز إذا انتهنينا والناموس مالك الوذن محمد بن خالد بن عبدالله العطية من تزعة المركز الأول التوقيز من 6 دقائق 6 دقائق 10 ثواني جزئين من الثاني هكذا توكيت الوذن محمد بن خالد بن عبدالله العطية المركز الثاني المركز الثاني كان الفائز علي بن طحنون بن جابر المري مركز الثالث المركز الثالث كان شعار أذيب علي بن محمد بن صالح بن محمد الجرح بشيث دقائق 11 ثاني 6 أجزاء من الثاني هكذا توقيت هكذا توقيت مركز الثالث مع